يقول السائل ما تقول سيدنا بمن يهتم فقط بظاهر الطرف الآخر للزواج إخواني الشاب عادة في بداية عمله في بداية أموره يهتم بظاهر شاب وعنده رغبة وعنده شهوة وإلى آخر يهتم بظاهر البنت إن كانت جميلة إن كانت تبتسم له بشكل جميل فتستطيع أن تكسب لبه لكن الجمال بمرور الزمن يصبح طبيعي يصبح عادي أي شيء جديد في البداية حلو تشتري سيارة في الأيام الأولى في الشهور الأولى ترتاح لكن بمرور الزمن هذه السيارة تصبح عادية بالنسبة إليك المرأة الجميلة تختارها لظاهرها بعد فترة وتشوف هذا الجمال صار عادي فتبحث عن الروح عن جمال الروح عن الأخلاق الحسنة عن العشرة عن المؤانسة عن من تنفعك في حياتك الدنيا والأخرى عن من تكون شريكة في تحمل المسؤولية الأسرية الظاهر ينتهي لكن يبقى الواقع أن ينخدع الشاب بجمال البنت هذا أمر ليس جيداً ولذلك أنا دائماً أقول يسألني بعض الشباب الاختيار من؟ من يختار؟ هل الشاب هو الذي يختار الزوجة؟ أم الأبوان؟ أقول كلهما الأبوان يختاران لك لأنهما يختاران لك أفضل مما تختار أنت لنفسك ولكن تدخل أنت أيضاً ويجود لك أن تنظر إليها وتتحدث معها ما دمت راغباً في الزواج منها واختر ما يختاره الأبوان بعناية منك واختيار منك وقبول منك فهذا أفضل أنواع الزواج